نستهل نشرتنا من قطر حيث مثلت الأميرة للا حسناء أمس بالمدينة التعليمية بالدوحة مثلت الملكة محمدا السادس في مراسم الافتتاح الرسمي للمبنى الجديد لمكتبة قطر الوطنية التي جرت في إطار احتفالية كبيرة ترأسها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور شخصيات سياسية وعلمية وفكرية وأدبية مرموقة على الصعيدين العربي والدولية ويتميز المبنى الجديد بتوفره على كافة التجهيزات التي تجعله ميسرا أيضا لدوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن جملة من الابتكارات التكنولوجية مثل نظام فرز الكتب الآلي وشاشات الوسائط التفاعلية ومحطات الاستعارة والإعادة التلقائية بنظام تدبير موجه للوفاء بهذه المهمة بسلاسة كما تحتوي المكتبة على خمسين ألف مادة تاريخية وتراتية منها أكثر من أربعة آلاف مخطوط وأكثر من ألف واربعمائة خريطة تاريخية وعشرات الأطالس والأدوات الفلكية والآلات الملاحية والصور التاريخية والسجلات الأرشيفية وغيرها من المقتنيات التراتية وقد انتقل حجم معروضات مكتبة قطر الوطنية إلى مليون كتاب ضمن طاقة استيعابية موجهة لضم مليون ومائتي ألف كتاب